السلام عليكم ومرحبه بكم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم بسبوسة بجوج طبقات ديال الكريمة كتجي الديدة الديدة بزاف ممكن تقدمها سواء الفطر او القطة فلاشية او ممكن كذلك تقدمها كالتحلية كتجي رائعة مكوناتها موجودة في اي بيت سهلة وسريعة في التحضير والمضاق يا سلام نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويلا نبدو بسم الله بسم الله اول شيء سنبدأ التحضير وهي الطبقة ديال البسبوسة في واحد الاينا قدرت ثلاثات ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة ديال المطبخ ضفت عليهم علبة ديال السكر وبالنسبة لقياس ديال العلبة استعملت العلبة ديال الياغورت من وزن 110 جرام او ما يعادل نصف كوب معياري نخلط مزيان ديال السكر مع البيض تقريبا واحد ثلاثة او اربعة ديال دقايق غير بالخلاط اليدوي او ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي من بعد غد نضيف نصف ملعقة صغيرة ديال بودرة الفانيلا او ممكن تعودها بواحد الكيس ديال السكر من السم بالفاني غد نضيف كذلك علبة ميناء الزيت كنخلط الكل مزيان وغد نضيف من بعد علبة ميناء الياغورت بالنكهات الفانيلا او ممكن تديروا ياغورت طبيعي او النكهة اللي كتفضله غد نخلط الياغورت كذلك مع باقي المكونات وغد نضيف من بعد علبة ديال الكوك او جوز الهند من الافضل انكم تستعملوا الكوك ليكون دون نوعية جيدة يعني دا كل ميت دم باش منين طيبوا البسبوسة ديالكم ما تجيكم شناش فانتو ما يعني كتاكلوها كنخلط الكوك مع باقي المكونات انضيف كذلك واحد القبيصة ديال الملحة واخر شي غدا نضيفوه هو جوج ديال العلب ديال سميدة رقيقة او سميدة باش كنحضروا الحرشة كنضيف في الاول علبة الاولى وكنخلط تنشوفو على حسب يعني القوام ديال الخليط كيفاش داير وعدك ساعة كنضيفوه العلبة التانية واخر شي غدا نضيفوه هو الخميرة الكيموية اضفت هنا يا جوج ديال الاكيس ديال الخميرة او البيكن باودر من وزن 16 جرام كنخلط الكل مزيان وهكا في الاخير كنحصلوه على خليط على هات شكل هادا تيكون خفيف حيط كيف عارفين راح سميدة ولكوك ما زال يعني غدي شربونا من بعد السوائل مباشرة غدي نصب الخليط ديالي في المول انا هنه استعملت هاد المول دائري ممكن تستعملوا المول اللي بغيتو القطر ديالو هو 26 سنتيم ممكن تديروه في مول اكبر يكون 28 او حتى 30 سنتيم الى بغيتو انه تجيكم هاد البسبوس هدي تجيكم يعني اه ما طالعاش بزاف بحال شكل اللي حضرتها يعني سافي غدي ندخل بسبوسة ديالي الفران اللي سخنته من قبل الدرجة تكون 180-160 درجة درجة متوسطة شعلت عليها غير من تحت حتى يعني شفتها تحمرات من الجناب ودخلت فيها واحد سكي لقيتو خرج لينا شف ديك ساعة كنشلوه ليها من فوق باش كتتحمر لينا وكتاخد لينا واحد اللون مذهب وشميل المهم كيف سنقول لكم دائما ضروري من المراقبة هذا تيكون هو الشكل ديال البسبوسة ديالي بعد ما طابت خذت ليها تقريبا واحد 30 دقيقة هكا كبير 25-30 دقيقة لكن ضروري ما ترقبوا يعني ترقبوها في الفران مباشرة وهي مازالة سخونة غدي نسقيها بواحد الكاس ديال العصير البرتقال او ممكن تسقيوها بالحليب الى بغيتو او غير بالماء يعني السيرو الماء مع السكر المهم اللي بغيتو باش يعني جيكم ديك البسبوسة ديالكم جيكم فازقا و جيكم ارتبون توميني كتاكلوها كنسقي مزيان البسبوسة ديالي بدك الكاس ديال العصير البرتقال وغدي نخليها جانبا كتشربو وفهاد الاتناء غدي نمرو باش نحضرو اول طبقة اللي غدي نديروها من الفوق اللي هي غدي تكون عبارة على ميهال لبية بالنسبة الميهال لبية عندي هنا في كسرنا 800 ميلي لتر ميناء الحليب ما يعادل تنذيرو السيترو ديال الحليب وضفت كذلك جوج ديال الكووس ديال العنبة من وزن 150 ميلي لتر ضفت جوج يعني هي 300 ميلي لتر وفي المجموعة تتنا 800 ثلي نضيف كذلك تلتة ديال المعالقة كبار ديال السكر طبعا السكر تبقى على حسب التوق نضيف كذلك تلتة ديال معالقة كبار ميكونوش عمرين ديال بودرة ديال لكهيم باتيسياغ وثلتة ديال معالقة كبار summaًا ميكونوش عمرين بساف من النشا أو زينة ايلي مكن ان لكن شعندكم بودرة ديال الكهيم باتيساياغ ممكن تعودوها غير بالنشا نضيف نصف ملعقة صغيرة بودرة الفاني او سكار من السم بالفاني نضيف المكونات كلها مع بعض واخر شيء نضيف العلبة بوريسيما او الحليب المركز الغير محلة الى ما لقيتوش ممكن تضيف الحليب المركز المحلة وفي هذه الحالة لا تضيف سكار او ساعة سكار على حساب الضق نضيف المكونات كلها مع بعض حتى يعني كالدوبلينة ديكنشا ولاكخيم باتيسياغ مع الحليب انا هنا كاثرونة صغيرة لا تكفيني لذلك سنقلب كل شيء في كاثرونة كبيرة وماشي بالضروري تضيف 800 مليل لتر الحليب انا هنا هاد الميهة اللابية اضيفها واحد طبقات كبيرة حيث قدمت هاد البسبوسة هدي كتحلية ما قدمتاش يعني كغوتي او لا في الفطور يعني قدمتها كتحلية لذلك قدرت الطبقة ديال الميهة اللابية كانت نوعا ما شوية عالية كيفية يعني شفتو في اللول ديال فيديو الى بغيتو يعني ارجيكم الرقيقة كتديرو غير مسترو ديال الحليب وكتديرو يعني واحد معلقة ديال بودرة ديالا كريم باتيسياغ ووجوج معلقة ديال نشا يعني في المجموعة كتديرو غير ثلاثة سوف ندير الكسرونة ديالي فوق النار حتى يعني كيعقد لنا الخليط وكنحصلو على كريمة على هات الشكل هذا مباشرة وهي مازالة سخونة كنحلكوها غير ش شوية باش كتدفى شوية وكنصبوها من فوق فوق يعني البسبوسة ديالنا وحتى يعني لاجاتكم الكريمة كتيرة وبقتلكم ممكن تديروها يعني في كوم ديفاغين وتقدموها كتحليات كتجي رائعة رائعة بساف سوفي غذي نخلي الطبقة ديالي الاولى يعني كتبرت جانبا وغذي نمرو باش نحضرو الطبقة التانية اللي غذي تكون بالبرتقال بالنسبة للطبقة التانية عندي هنا نصف لتر من عصير ديال البرتقال غذي نضيف عليه هاد الكيس ديال فلان ديال الشينوى او ممكن تديرو فلان ديال الفاني او فلان ديال خوخ او ديال مشماش المهم تماء اللي بغيتو غذي نضيف معلقة كبيرة ديال السكر المهم حتى عندي هاد عصير البرتقال كان عندي حلو درت غير معلقة واحدة ممكن تديرو جوج او مهمة لحسب دق ديالكم وضفت معلقة كبيرة ديال نشا ومعلقة كبيرة ديال بودرة ديال الكريم باتيسيا وضفت في الاخير شوية ديال بودرة ديال الفاني غذي نخلط هاد المكونات كلها مزيان مع بعض ديتها وغذي نديرها فوق النار حتى يعني كتوصل لنا لدرجة ديال الغليان وكتعقد لنا يعني شوية هاد العصير ديال البرتقال هاد هو الشكل ديال الخالط ديالنا كيف تيوي لي ما تيكونش خفيف وما تيكونش عوثان يتقيل مباشرة كنحاولو نكبو غير شوية بشوية بش يعني ما يتخلط لناش مع الطبقة الاولى كنكبو غير شوية بشوية هكا كفوق المهال اللبية ديالنا سافي وغادي نخليها فوق سطح العمل كتدفى وعديك ساعة ندخلها البتلاجة كتبردنا مزيان الى حين التقديم وهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال بسبوسة ديالنا ضروري نخليوها كتبرد مزيان وراها كتحيد يعني بكل سهولة من المول انا هنا استعملت المول داك اللي كيتحل في الجنب وحتى لما درتوش مول اللي كيتحل في الجنب كدوز غير واحد سكين على الجوانب وراها يعني كتحيد بكل سهولة زين تهم الفوق غير بشوية ديال جوز الهند او الكوك باش كنعطيوها يعني داك كليفة لانها رفيها الكوك من الداخل وكتكون على هات شكل هذا كتجي الديدة خصوصا على ان الصفع الابواب كتجي بسبوسة او طارد او تحلية بردة ومنعشة بعصر البرتقال والمهلبية غدي نقسم لكم تشوفوا يعني من الداخل كيف كتجي كتجي كتجينا الطبقة ديال البسبوسة والطبقة ديال المهلبية والفوق داك العصر ديال البرتقال كيجي مزيج بين مداقات رائع رائع بالسف نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وكذلك نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتم معايا فيه ولو بالقليل كيف شتوا طريقة تحضير ديالها السهلة مكوناتها اقتصادية ومتناول الجميع ومعلي نقولكم غير بصحة ورحة والسلام عليكم